من خطورة الابتداع ومضاره 1- المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته 2- اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا 3- فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية 4- تفريق الأمة لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة 5- اشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات 6- المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 7- البدع تظل من أخذ بها 8- كل بدعة ضلالة 8- البدع تؤدي إلى النار 9- كل ضلالة في النار 9- كل بدعة ضلالة في النار 9- كل بدعة ضلالة في النار